موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتهينا في لقائنا السابق عند البيت السادس والثلاثين وهو قول الناظم رحمة الله عليه وليتلطف على الله ولض والميم مما خمصة ومن مرض وانتهينا من الكلام في هذا البيت تقريبا أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ طي ثم قال رحمة الله عليه وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي برضو ما زلنا في باب التحذيرات ألفاظ كلمات يحذر الإمام من الوقوع في الخطأ أو إدخال التفخيم على ترقيق أو ترقيق على تفخيم تحذيرات باب تحذيرات قل هو بدايته فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ وهمز وإنك كهمز في الطيبة قاله كهمز وهمز الحمد أعوذ هدنا الله ثم لامل الله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي باء برق لوي فيه ظلمات ورعد هو بحذر إيه ألا تفخم الباء بس بدل ما أقول إيه برق هقول إيه باء 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 برق ليه حديث تاخد مني من تفخيم الايه الراء إلى رقة الايه النار باطل برضو زيها باطل حتبقى تقرأ إيه باطل طب دي ايه ده مش مجاور لها ما هو قاله الألف ده ما هوش حاجز إيه غير إيه غير حصين زي ما يجي الآن طيب بهم إن ربهم بهم بي بهم هو يحذر من إيه احرص بقى على الباء عند النطق بيه بالإيه بال عند النطق بها لوقوع الهاء بعد منها وبيذي بيذي دي يعني إيه بيذي اللي هي إيه بل أتيناهم بذكرهم أدي معنى بيذي يعني باء وبعد منها إيه بعد منها ذال ما سأعني أي شيء بل أتيناهم وكفى بربك بيذي بيذو يقصد هو إيه احرص على الباء لوقوع الذال بعده احرص على شدتها واحرص على ما فيها قال الإمام الأزهري خالد الأزهري رحمة الله عليه ومما يرقق باء برق لمجاورتها الراء المفخمة والقاف المستعلية لأن إحنا عندنا إيه برق طبعا عندنا الإراء تعتبر إيه كما قلنا فيما سبق في أي مرتبة من المراتب لو خلنا المراتب خمسة تبقى في الرابعة طب لو خلنا المراتب أربعة في الثانية اللي هو قاله إيه إنه تبقى الراء الساكن يبقى زي اللي بعض برق برق والقاف طيب لمجاورتها الراء المفخمة والقاف المستعلية بعدها وباء باطل لأجل إيه أطا دا داطل 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 والواحد يعني ممكن لما يجد الكلمات ديه يمرن لسانه عليها منفردة داطل داطل برق داطل نخ نصه وَلْ يَتَلَطَّفْ وَلْ يَتَلَطَّفْ ياخده حاجة حاجة كده وَلْ يَتَلَطَّفْ يمرن يدرب نفسه على الأحرف المستعلي الأحرف الرقيقة المجاورة لأحرف مستعلية وإلا في سرعة النطق عارفين لو مرن نفسه مرة واثنين وثلاثة وَلْ يَتَلَطَّفْ خلاص درق داطل هيبقى اعتاد لسان هيبقى أصبح التحريك اللي هو ليس بينه وبين تركيه إلا رياضة امرئ بفكيه هيبقى أصبح طبع وسجية طبع وسجية عنده إنما اللي هو عدم التدريب والاهتمام حتى تبصت لها الحروف تخرج تخرج يعني مخلوطة ببعض نعم وباقوا باطل لأجل الطاء وباقوا بهم وباقوا بذي لمجاوراتهما حرفاً خفياً وهو الها في الأولى والذال المعجمة في الثانية الهاد نلاحظ اللي يقرأ في شرح التحفة للشيخ الأزهري يجد أنه يميل إلى اللغويات لأنه دي شغلته صنعته اللغة إنما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تجد أنه يميل إلى الكلام عن التجويد مباشرة نلاحظ هنا أخذوا بالك ما جابش كلمة حرف خفي طب حرف خفي دي تردنا يعني يه حرف خفي فيه الحروف الخفية اللي هي حرف الهاد وحروف المد الثلاثة الإمام مكي سماها كده قال الإمام المكي وإنما سميت اللي هي حروف الهاد وحروف المد واللين والإمام مكي من عمالقة اللغة في عصره وأساتذة اللغة العربية في عصره له مؤلفات يعني لا تحصى وله الكشف في وجوه القراءات وعيلة لها قال أنا قلت لكم هما الهاوى عشان ناخد فكرة لما تجد لك الحروف الخفية من الأحرف الخفية إيه الأحرف الخفية اللي هو الها وحروف المد الثلاثة يقول الشيخ وإنما سميت بالخفية لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها مش إخفاء اللي هو في مفهومنا إحنا اللي هو من ذا الذي أخفينا لإيه أخفينا لإيه النون يبقى هو الشيخ هنا الشيخ الأزهري مال إلى اللغة تعالى نشوف الشيخ الأنصاري قال وباء برق لمجاورتها الجميع المفخم وباء باطل لمجاورتها الألف المدية طب هنبص الله هنا أخذ بالك لمجاورتها هو الشيخ بيقول باء باطل احرص عليها لمجاورتها الألف المدية طب هي الألف المدية هتأثر عليها مش هتأثر عليها ده الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا إنما لاحظ كلام الشيخ الأزهري ما قالش الألف ده قال الايه الطاء قال لمجاورتها الطاء لأنه هو في مواضع سابقة قالك انتبه الألف دي ما هو فاصل بيسموه حاجز ايه حاجز غير حصين ما يفصلش بين الحرف والعام كإن الباء بعدها الايه بعدها الطاء مباشرة فالشيخ يقول لمجاورتها الألف المادية طيب من اللي حيقرأ كده يعني برضو حتبقى الكلام مش وصل له طيب وباء بهم وباء بذي لمجاورته ما الرخوة اللي هو الايه الذال والايه والهاء انت وخد بالك هناك الشيخ لمجاورتها الأولان الحرف خفي الهاء في الأولى والذال المعجمة اللي هي ايه اللي هي في الثانية هنا الشيخ قال اللي هي لمجاورتها الرخوة المهم عشان كل الموضوع ده ان الباء دي اللي لم يؤكد على نطقها باء باء بهم بذي حتبقى تخرج شبهة بالفاء او تتحول الى نوع اخر كما سيأتي قال خد بالك احنا بلو وباء وباء برق باطل بهم بذي لغات هنا الكلام اللي جاي هيب مع بعض واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات اجتثت وحج الفجر فيها هيبقى الضمير عائد على واحرص على الشدة والجهر الذي فيها على الباء على الباء فيها هيعد على الباء فيها وفي الجيم احرص ب chị احنا عندنا دلوقتي ايه شديدها لفظ اجد قط بكت الجيم من احرف من احرف الشدة طب الباء من أحرف قال لك احرص بقى على الشدة دي وجاب لك أمثلة انتبه للأمثلة دي فيها وفي الجيمي كحب الصبر ربواتي اجتثت وحج الفجر يحبونهم كحب الله كحب الصبر هناخد كلام الشيخ الأزهري قال أمر بالحرص على الشدة والجهر اللذيني في الباء والجيم لألا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين إذا عطشت الجيم تعطيش زائد حتوفا دخلت على الايه الشين وعندنا احنا في مصر هنا ناهيك عن بلاد جنوب بلاد المغرب جاء يقول لك جمال جاء لك جاء 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 وطبعا تكلمنا قبل كده ان الجيم دي فيها ايه فيها اه ده ده اتسعت فيها فيه مننا اللي ينطقها ايه جيم جيم شبيهة بالايه الشين وفيه اللي بينطاها ايه جيم جيم وفيه اللي بينطاها ديم وعندنا ديم وفيه اللي بينطقها ياء ودولها عشت في وسطهم وشرحت لكم انا قولت لكم قبل كده عارفين الشيخ عايض الجرني بلاد بالجرن اللي هي العلاية والقبائل دي كلها قبائل بالقرن بالكامل ينطقون الى الان الجيم ياء الى الان الى الان اللي تعيش في وسط البدوي دولها تروح تفوتين ينطقوا لك الايه الجيم ياء يقول لك ياريير ياريير جاريير وبعدين فيه عندهم كلمة هناك ايه عبارة التعجب يا ايه زي ايه يا راجل او معقولة يقول لك ايه يا ريال يا ريال معناها ايه يا رجال بلاد بالقرن الى الان القرن يقول لك الشيخ عايض القرن القبائل دي الى الان ينطقون ايه الجيم ايه الجيم الجيم يبقى عندنا ايه جيم جيم ومن بلادنا في مصر ينطقون الايه الجيم اهو قالك انتبه با اهو برضو الجيم ده من الاحرف اللي برضو حصل فيها نعد وحصل فيها كلام القاف اخواننا السودانيين مفيش حد قدامنا السوداني ينطقوها ايه غين خالصة غالة ينطقوها غين خالصة يجمعنا كلنا بقى عرب وعجم لغة القرآن الكريم وإلا لو كل واحد هيتكلم او يقرأ بلهجته هنقول بل تؤسرون الحياة الدنيا ونقول ايه ان اللذين مش كدو على ايه وحتبقى الدنيا تتخبط واللي ينطق الجيم يا ينطقها يا واللي ينطق الايه ينطقها دال ينطقها ايه دال يبقى الجيم دي فيها ايه من ينطقها جيم معطشة تدخل على الايه الشين من عندي ايه مش دي من وسط اللسان اج اي ويه التاني اش مش كدو على ايه اه اج اي اش اج 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 فرط فيها بقى اج دخلت على الايه الشين لان احنا عندنا الشين ده حرف ايه بسموه برضو مستطيل زي الضاد يعني حرف ايه فيه تفشي بينتشر في الايه فالشيخ هنا يقول ادي معنى الكلام تحذرات يعني دولا بيحذر انتبه يا قارئ القرآن مرا نفسك على هذه الاعرف وانتبه خلاص لألا تشتبه الباق بالايه بالفاء ان ربهم 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 هتدخل على ايه ممكن تدخل باق بالايه على الفاء والجيم تدخل على الايه على الشين فمن امثلة الباق قوله الشيخ يقول على ما جاء في الابيات يحبونهم 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 كحب الله اللي هي ايه فيها وفي الجيمي كحبي كحبي طيب الصبر وتواصوا 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 لو خدنا الحرفة حرفة قولك قول ايه واو فتح واو واو هقولها زي ما قولها واو فتحة وا هتقول وا وا خلاص وتواصوا بالصبر الصبر يبقى ينتبه ادي الشيخ يحذر نعم وإلى ربوة رب ربوة نجت الثت هنا ايه الباء والجيم في نفس الوقت احرص على الشدة الموجودة في الجيم والايه في الجيم والباء خلاص ومن أمثلة الجيم قوله اجت الثت من فوق الأرض اللي هو ايه ربوة اجت الثت وحج الفجر حج ولله على الناس حج طبعا عندنا فيها ايه حج وفيها ايه حج من اللي قرأ حج ها بس طبا بشوفها ولله ولله على الناس حج البيت حج البيت طيب ادي ايه معنى ايه وحج الفجر والفجر والفجر وليالي وليالي عشر يقول الشيخ احرص على الشدة الموجودة في الباء فيها الضمير ايه وفي الايه وفي الجيم كلام الشيخ الازهري يكفي عن كلام الشيخ الانصاري قلبي بالذكر يا حي ويدوم له السرود والرضا في القلب احي طمآنة في السدود والصلاة على محمد انار للقلب نور خير الخلق فينا كامواج البحور قلبي بالذكر يا حي اشتركوا في القلب